بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم ونواصل شرح القواعد النحوية شرح مبسط ومختصر لدرس علامات أو من علامات إعراب الفاعل والمفعول به الفاعل والمفعول به نتحدث اليوم عنهما يعني بشيء من التفصيل نبدأ أولا الفاعل الفاعل ما حكمه هو مرفوع دائما يعني أول ما تشوف فاعل على طول وتأكد إن ده فاعل يعرف دايما إن بعد كلمة فاعل تقول فاعل مرفوع ليه لأي فاعل مرفوع فهو مرفوع دائما يعني مش هتلاقي مثلا في مرة مرفوع ومرة منصوب مرة مجرور وهكذا لا دايما هتلاقي مرفوع هذا هو إعراب الفاعل يبقى الفاعل ها احفظ معي مرفوع دائما وعلامة رفعه يبقى احنا نتحدث الآن عن بعض العلامات وعلامة رفعه ايه هتقول علامة رفعه الضمة أو علامة رفعه ها علامة رفعه الألف علامة رفعه الايه الواو طيب أولا الضمة متى يرفع الفاعل بالضمة في بعض الحالات أولا إذا كان مفردا يبقى اذا أول ما تلاقي الفاعل تلاقي اسم اللي هو ايه مفرد يبقى اذا مباشرة تعرف أنه مرفوع بالضمة مثل ذهب الولد إلى المدرسة طبعا ذهب فعل ماضي طيب ذهب من الذهب الولد يبقى اذا الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الايه الضمة هذه هي الضمة هي ظاهرة هي فوق الايه فوق الدال طيب ذهبا انطأ ذهبا انطأ كنا الجملة ذهب الولد إلى المدرسة هكذا طيب متى الضمة أيضا في حالة جمع الايه التكسير لو كان الفاعل جمع ايه تكسير بقى الحالة لو كان مفرد تاني حالة لو كان جمع تكسير طبعا جمع التكسير اللي هو يجمع بغير الايه بغير الوا والنون او الايه والنون كما شرحنا ذلك من قبل شرحنا طبعا جمع المذكر وجمع المؤنس السالم وجمع التكسير جمع التكسير مثل انتصر الجنود في المعركة أيضا انتصر فعل ماضي طيب من الانتصر الجنود زي هنا ذهب الولد من الذهب الولد فأنت الفاعل بتعرف بهذه الطريقة انتصر الجنود في المعركة T إلى المدرسة T طبعا هنا إلى حرف جر والمدرسة اسم مجرور في حرف جر والمعركة اسميه مجرور بفي وعلامة الجر الكسر إنما كلمة الجنود احنا قلنا من الانتصر الجنود يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم احنا اتفاقنا ام تقول علامة رفعه الضم لو كان الفاعل لو كان الفاعل مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما هذا رقم 3 مثل حضرة المعلمات طبعا حضرة هذه التأنيث طيب حضرة اللي يبدل على إن الفاعل مؤنث حضرة المعلمات يبقى من لحضرة المعلمات إذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه تقول لأنه ماذا جمع مؤنث سالم هكذا إما متى تكون الضم لو كان الفاعل مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم طيب متى تكون العلامة الألف إذا كان مثنى احنا قلنا هنا إذا كان مفرد طيب لو كان مثنى إذا العلامة رفعه الضم لأن المثنى هيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء اخترع العالمان جهازا اخترع فعل ماضي لاحظ الأفعال هنا إجابها إيه ماضية طيب اخترع فعل ماضي من الاخترع العالمان مفاعي مرفوع وعلامة رفعه الآلف لأنه مثنى انت بتقولي السبب دايما عشان تأكد إجابتك اخترع العالمان اخترعوا إيه جهاز يبقى هنا اللي وقع عليه الاختراع هو الجهاز يبقى إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الآلف كما سنعرف علامة رفعه الآلف لأن كلمة جهاز مفرد طيب المهم خلينا دلوقتي في الفاعل يبقى إذن الألف إذا كان الفاعل مثنى إذا كان الفاعل مثنى ولاحظت هنا المسنى طبعا دي آخرها ألف فبالتالي بنقول عليها هنا طبعا شدة وفوق الشدة بتضع التنوين طيب الواو هي العلامة الثالثة يبقى إذن الفاعل يرفع علامة رفعه الآلف إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما الألف إذا كان مثنى الواو إذا كان جمع مذكر سالما لاحظت أن احنا قلنا هنا جمع المؤنث السالم يبقى الضم إنما جمع المذكر السالم يبقى الواو صام المسلمون رمضان صام فاعل الماضي من لصام المسلمون إذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم لا الواو علامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم هذا هو السبب صام المسلمون صاموا رمضان برمضان مفعول به طبعا ده الشهر الكريم ننتقل بعد ذلك إلى علامات المفعول به كما قلنا أن الفاعل مرفوع دائما فالمفعول به منصوب دائما إذا تنعقص بعض الفاعل مرفوع دائما المفعول به منصوب دائما وعلامة نصبه ماذا؟ علامة نصبه الفتحة أو الياء أو الكسرة إذا علامات مختلفة طيب المفعول به علامة نصبه الفتحة متى؟ إذا كان مفردا إذا كان مفردا نقول اشترى أحمد قميصا طبعا الفاعل اللي هو قم بالفعل أو اتصف بالفعل إنما المفعول اللي هو وقع عليه فعل الفاعل اشترى أحمد قميصا طبعا اشترى فعل ماضي أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة طبعا هنا عشان إيه عشان ده إيه اسم إيه مفرد اشترى أحمد قميصا ده الشئ اللي اشترى اللي وقع عليه الفعل نفسه كلمة قميصا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أيضا إذا كان جمع إيه تكسير كرم الرئيس العلماء كرم فعل ايه ماضي الحرف المشدد بحرفين طيب المهم كرم الرئيس برئيس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة طيب موضوعنا بقى المفعول به المنصوب هنا منصوب بالفتح لأن الرئيس كرم من العلماء وقع عليهم التكريم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا؟ لأنه جمع تكسير طيب بعد ذلك الياء إذا كان مثنن لو المفعول به مثنن رسم الفنان لوحة تان ولا لوحتين لوحتين بالياء لماذا؟ لأنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنن لاحظ أن هنا الفاعل بيرفع بإيه؟ لو كان مثنن بيرفع بالألف إنما المفعول به بينصب بالإيه؟ بالياء وكذلك برضو لو في حالة جر بيجر بيجر بإيه؟ بالياء يبال لوحة تين ولاحظ هذه الياء ياء المثن بقبلها إيه؟ بقبلها مفتوح طيب الحالة التالية إذا كان جمع مذكر سالما بالياء أيضا يبال الياء في حالتين إنما خلي بالك الألف هنا في حالة واحدة لو كان مثن المهم يبال جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم حفز المدرب اللاعبين عايزك بقى تاخد بالك من هذا الفرق هذه هي وهذه هي الياء هتلاقيها في المثن وهتلاقيها فين في الجمع المذكر السالم ولكن ياء المثنة قبلها مفتوح ياء الجمع جمع المذكر السالم ما قبلها إيه؟ مكسور الحرف اللي قبلها أيضا نون المثنة مكسورة ونون الجمع جمع المذكر مفتوح لوحتي نين اللاعبين هكذا النون سبت في جميع الحالات المهم حفز المدرب يبال مدرب هو اللي حفز يبال مدرب هو فاعل ومرفوع وعلى مطرفعه الضمة هي ضم ظاهرة هي واضحة فوق الباء كلمة اللاعبين وقع عليهم التحفيز إذا مفعول به منصوب علامة النصب الياء لماذا لأنه جمع مذكر سالم العلامة الثالثة هي الكسرة المفعول به قد ينصب الكسرة الكسرة أيضا الكسرة في الأصل هي علامة الجر ولكن ما الذي ينصب الكسرة جمع المؤنث السالم طبعا هو اللي بينصب الكسرة نيابة عن الفتح المهم يبقى الكسرة لو كان جمع المؤنث سالم أنشأت الدولة المكتبات طبعا أنشأت ده فعل ماضي طبعا نتاق التأنيس طبعا نتاق التأنيس دي المهم بنجيبها ليه عشان خاطر أن هنا الفاعل يكون مؤنث طيب أنشأت الدولة يعني لما الفاعل بيكون مؤنث بنخلي الفاعل أيضا ليه مؤنث بنجيب له علامة ليه المؤنث طيب علامة التأنيس ليه التاء أنشأت الدولة هي بالدولة فاعل مرفوع وعلامة رفعه ليه الضمة أنشأت الدولة المكتبات المكتبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة ليه الكسرة نيابة عن الفتح يعني هو الأصل عندنا الفتح إنما الكسرة وكذلك الياء بتنوع عن الفتحة أنشأت الدولة المكتبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه وعندنا الفتح الكسرة لماذا لده جمع مؤنث إيه سالم ننتقل لحل هذا النشاط اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ازدحمت الشوارع بالسيارات طبعا ازدحمت الشوارع طبعا هذه هي تأنيس عشان كلمة الشوارع طبعا هي كلمة الشوارع عند جمعي شارع فهي جمعي جمع تكسير المهم من اللي ازدحمت الشوارع بالشوارع فاعل علامة وعرب كلمة الشوارع اعربها بقى بالكامل هي فاعل فاعل ومرفوع وعلامة رفعه الضمة علامة رفعه الضمة ليه؟ لأن كلمة الشوارع جمع تكسير فطرع ما جمع تكسير يبقى الفاعل يرفع بالإيه بالضمة كما تكلمنا طيب ازدحمت الشوارع بالسيارات طبعا البقى حرف جار والسيارات اسم إيه مجرور أمسك محمد الهاتفاء هكذا من اللي أمسك محمد أمسك إيه؟ الهاتف بايزا محمد فاعل ومرفوع علامة رفعه الضمة الخباك دول إيه؟ ضمتين هكذا تنوين بالإيه؟ بالضم ليه تنوين؟ يعني ليه هنا؟ ضمة واحدة هنا ضمتين هنا ضمة واحدة عشان كلمة فيها أل فيها ألف ولع عندما هنا فيش أل فبالتالي إيه؟ ينون طيب أمسك محمد الهاتفاء بايزا الهاتف مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الفتحة علامة نصبه الفتح ليه؟ لأنه مفرد كما ذكرت بعد ذلك استاد الصياد سبكتين استاد فعله ماضي إنه استاد الصياد يبقى فعله مرفوع وعلامة رفعه الضمة ليه؟ لأنه مفرد ونخلي بانك هنا في شدة وفتحة أهي شدة وفتحة وشدة وفتحة في حرفين مشددين سمكتين استضيه سمكتين إذن مفعول به منصوب وعلامة علامة نصبه الياء فعلا لماذا؟ لأنها الكلمة دية يعني لأنها مثنة طبعا سمكتين المثنة بتاع سمكة فعلامة نصب الياء ولاحظ أن ما قبل الياء مفتوح والنون بتاعة المثنة إذن مكسورة دائما بدأ العمال المنازل من اللي بدأ خليبا أجد ألف إلينا هكذا طيب بدأ لنا بالضدق يعني بدأ العمال المنازل من اللي بدأ العمال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة بدأ المنازل بل المنازل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا؟ لأنه جمع تكسير قلنا الفتحة في حالتين مفرد وجمع تكسير ده بدأ المنازل مفعول به في النصب تابع معي شرح الدرس التالي النص المعلوماتي طعامهم يميزهم درس مهم وفي النهاية شكرا لكم على حسن الاستماع وأرجو أن تدعموا قناتكم بالإعجاب والاشتراك وكذلك مشاركة الفيديو والتعليق اعمل مشاركة لهذا الفيديو على مواقع التواصل المختلفة حتى نساعد في نشر المحتوى الهادف على الانتردت وكذلك لا تنسى تفعيل جرس وكذلك لا تنسى التعليق اكتب لنا رأيك فيما نقدمه اكتب ذلك في التعليقات شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم